السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح وبعدها بده ينتقل لبرج الحوت ورح يظل القمر موجود في برج الحوت لغاية الساعة عشر ودقيقها من صباح يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل بالنسبة للقمر موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 34 دقيقة من بعد عصر اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر بما أنه موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح فمنظل بنشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام للنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة من ميل الأشخاص يعني بميله هيكة ومن ميل إحنا أيضا نتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرفات العاطفية يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعر أو شراء بيت أيضا أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجاربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا والحركات الفلكية اليوم طبعا إحنا الآن في فترة خلو مسار هذا خلو المسار بدأ الساعة سبعة وثلاث دقائق من مساء يوم الاثنين ومستمر لغاية الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحوت وخلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية اللي رح نتكلم عنها هي زاوية رح تبدأ تأثيراتها اليوم زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية طبعا في فترة خلو المسار رح تتشكل يعني هي زاوية بتبدأ اليوم 24 عشرة وبتستمر ليوم 14 ذروتها يوم 29 عشرة ساعة 2 و 21 دقيقة عصرا بيسود شعور بضيق الصدر ما منتقبل النقد ممكن انثور بشكل مبالغ في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا بتكون ردة الفعل عندنا بكشف عيوبه وأخطاه تجعلنا عصبيين سريعين الانفعال والتهيج تدفع لنزاعات وتعقيدات وخصومات في حياتنا الحميمية والمهنية كما بتزيد من احتمال تعرضنا للجروح أو الحروق في أنشطتنا اليومية بتدل على انتقاد وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطة الأمنية أو الجيش في البلاد وقمع حرية التعبير برضو ممكن تمار السياسة قمعية ضد الصحافة وقد يتعرض بعض رجال الصحافي للتعنيف والعدوان وربما السجن متواجه وسائل الإعلام كذلك انتقادات لردي أوضاع القطاع الصحي وقطاع الصناعة وربما تشهد اضطرابات واحتجاجات للأطبة أو الممرضين أو الأيدين العامل في بعض المؤسسات وبتوجه انتقادات لقطاع الرياضة والمطالبة بالاهتمام فيه وإدراج فئات شبابية في الفرق والأندية لتشبيبها أو لاستغلال الناشئين مثلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية ورح تكون بين الشمس وبين زحل طبعا هاي الزاوية بدأت تأثيراتها يوم 17 عشرة ورح يستمر تأثيرها ليوم 31 عشرة طبعا اليوم ذروتها ساعة 7 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بالنسبة لهذه الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية ابتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب مما تساعدنا في النجاح أو على النجاح بالدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية ممكن أن نحقق نجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الآباء بالدل على الاهتمام أو اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار في بورصة القيم طبعا بالنسبة لانتقال القمر لبرج الحوت زي ما ذكرنا هو بعد انتهاء خلو المسار اللي رح ينتهي الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بكون القمر خلاص انتقل واستقر في برج الحوت فعشان هيك بصير نفسيتنا وكلها تأثير اللي التأثير بصير عليها انه بتلعب الجانب الروحي او بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للاخرين منجد صعوبة في اتخاذ قرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية او من المواجهة والالتزام في بعض الامور كثير من الخاسرين والفاشلين ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويظرفوا الدموع بالاضافة الى ذلك بيتغيب عدد كبير من العاملين عن العمل بسبب المرض او التهرب عن العمل بسبب الملل او الاحباط او عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكننا البدء يعني ممكن نبدأ بعلاقات حب جديدة يمكننا التأمل ايضا والصلاة والعبادة والمشاركة في الاعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى او شراء الالتصوير مثلا كاميرا او معدات فنية او البدء بعمل فني بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي الزوايا اللي رح تتشكل بعد الانتقال اول زاوية هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة تسعة وثلاث وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجع الهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون في تمام ساعة تسعة وثلاث وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغذيب العقل منصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقاب النفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون في تمام ساعة ثنتين وست وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهور التعبيرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا بطة الساق والكاحل والساق ووتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو هرمون مساعد على النوم هذا اللي بصير فيهم نوع من أنواع اللخبطة هيك في إفرازاتهم فعشان هيك بنشعر بالآلام أكثر من المعتاد وبصير في عندنا أرق أو قلق أو كوابيس وأحلام وأضغاث أحلام بالفترة هاي بالنسبة لهذا اليوم بالنسبة للقمر بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة من صباح يوم الخميس وبيستمر حتى تمام ساعة عشرة ودقيقة صباحا من صباح يوم الخميس لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره عشر أيام في تمام الساعة 12 وثلاثين دقيقة ظهرا بصير 11 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 70% القمر في الدلو ورح ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت ليوم 26-10 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 25% الزهراء في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 70% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطه في ساعات ما قبل الفجر ما بين الأصدقاء أما ممكن يتوجه لكو دعوية أو اتصالات أو حوارات اجتماعية ولكن ساعات الصباح القمر بوصلوا بصير في بيت المتاعب فعشان يكب تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة لأنه أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حظا فما تراهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب لتوقعوا أن يكون في نوع من أنواع الفوضى والتأخير والخسارة إذا ما ركزتوا بشكل جيد برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيئا ما تبقوا وحدين وحاولوا أن تخرجوا للقاء الناس برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض من الآن ولغاية ساعات الصباح لأنه فتردخلوا مسار أيضا انتبهوا أثناء تنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيئا نقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منكم تكونوا على قدر المسئولية وتعتبر هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اتفحصوا الحساباتكم المشتركة من الآن ولغاية ساعات الصباح وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات الصباح وما بعد تعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ومناسبة للأشخاص اللي بدهم يعملوا اتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد لأنه رح تنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهمش أنه ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليكم ما بدكوا تكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبظل القمر موجود مقابلكم فعشان هيك طاقتكم شوي بتكون ضعيفة لسا أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم شيء ما تتذمروا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكونوا تواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا بعمل جديد أما من ساعات الصباح بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم لأن القمر خلاص رح يصير مقابلكم تماما فبصير هذا اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكنها بتظلها فترة فيها نوع من أنواع صعوبة بتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذروا من المشاكل على أنواعها تعتبر من أصعب أيام الشهر بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا للتقرب من أحباكم أو التجاوب معهم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم في ساعات الصباح هنا بصير التركيز على العمل بيبدأ العمل والتراكم لديكم فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهمش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت وراعي ظروفك الصحية وأطلب مزاعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا أهمش إنك تهتم بسلامتك الجسدية بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لغاية ساعات الصباح في بعض المسائل العائلية ممكن تظهر على الساحة اللي شوي ممكن تسبب لك إرباك أما من ساعات الصباح وما بعد بتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن تطلق مشروع جديد أو تتنقى إيجابي أو إشارة مهمة يعني بمعنى آخر اليوم الحظ رح يكون لجانبك وخصوصا من ساعات الصباح وما بعد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اللي بده يتقدم له امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وانتبهوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم وأثناء تنقلاتكم أثناء قيادة السيارة أما من ساعات الصباح وما بعد فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء تفادي الأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد معين أهم شيء أنك تتشجع لأن القمر بساعدك على تكرار المحاولات لترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير خلال اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتكون تتجنبوا الشراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من النفقات وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبتقدروا تعززوا العلاقة مع الإخوي والجيران وتعتبر هاي فترة مناسب لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب فيك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنتوا بظل في عندكم نشاط وحيوية مع هيك مع فترة خلو المسار أو لغاية ساعات الصباح لا تبادروا بأي عمل جديد أو تتخذوا قرارات حاسمة بل واصلوا ما بدأتوا فيه من قبل من أعمال أما من ساعات الصباح وما بعد بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة بدل الأموال ابحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي خلال هذا اليوم لأن الأجواء جيدة للدعم المالي تستعيد الثقة بنفسك ولكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك وممكن تظهر مصاريف غير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب وفترة خلوم مسار ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر بتبدأ فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع وبرضو بإمكانكم تتعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة والإدخال تعديلات على حياتكم هاي تعتبر بداية جديدة أو فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة وتعتبر من أفضل أيام الشهر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر